اهلا بجمهور قناة قصة من حياتي حبايبنا قصصنا من حياتنا اليومية وبنعرض لكم كل انواع القصص وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس علشان احنا بنكبر بيكم وليكم ولكم منا كل الشكر والتقدير ويلا بينا نبدأ قصتنا يلا يا حبايبي يا احلى جمهور قصة من حياتي بتمنى منكم تشتركوا في قناتي التانية حكايات هنا هسيب لكم اللينك فاول تعليق مسبت اتمنى منكم تدعموني يارب تنال اعجابكم اللهم كما سيرت الجبال سير لي رزقي ونصيبي واكرمني بكرمي واعطني ما اتمنى بسم الله نبدأ حكايتنا عدى خمس ايام على ابطلنا ونقول نبزة مختصرة عنهم قاسم كل يوم يطلع على الشركة الصبح ويرجع اخر النهار يقعد في قطه او يخرج مع حسام على حسب اذا كان حسام فضي ولا لا حسام مشغول طول الليل والنهار في شغله وبيفضي نفسه بس علشان يقعد مع قاسم وكتير كانوا بتكلموا على عيش وقرر ان هما يروحوا لها البيت بحجة ان هما ياخدوا الجاكل وطبعا ده كان اقتراح قاسم ورانا طول الوقت بتفكر في حسام وكلامه ومش عارفة تعمل مع ايه وبتشغل وقتها بصحابها وجامعتها وجي جي كل تفكيرها ازاي توقع قاسم فيها وتغير من طبعه وطبعا فريدة بتساعدها في التفكير ده عيش اتعرفت على كل الممرضات في المستشفى وعلى الدكاترة وحالة مامتها بدأت تستقر وكلها ساعات وتخرج من المستشفى بعد ما الدكتور يتأكد من انتظام الضغط والسكر وطبعا كان حصل مشكلة من مريض ان عايز عيش اللي تدي له الحونة لان ايدها خفيفة وده كان سبب الصريخ والصوت العالي اللي حصل قبل كده ونرجع بقى للوقت الحالي قاسم راحل اسم لحسام ايه يا عم خلصت ولا لسه على يا قاسم والله انا لسه ما روحتش من مبارح وبجد تعبان قوي خلاص يا حسام تعال ام وصلك البيت ونتقابل بكرة مفيش مشكلة لا بقى تفتكر ان ممكن اضيع فرصة اقعدها معك ده انا لما بسدق يا راجل هه انا خلصت اهو هلم بس شوية الاوراق دي ونمشي على طول تمام وانا مستنك اهو ها يا معلم تحب تروح فين النهاردة انت مش قلت انك هتروح تجيب الجاكت بتاعك من عند عشق الاول ولا رجعت في كلامك هه 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 اه بس مش انا اللي قلت انت اللي قلت يا معلم بص بقى يا حسام انت زودتها قوي وفعلا انا اللي عايز اشوفها وهتسألني ليه هقولك ما عرفش بس عايز اشوفها وخلاص هه كده ارتحت يا حضرت الزابط هه 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 بصراحة اه انا كده ارتحت بلاش شغل المباحث ده معايا ويعرفيني لما بحب بقول حاجة بقولها بمزاجي لو مش عايز انسى انك تعرفها لو حطت السكين على رقاب اظن الرسالة كده وصلت وصلت يا فاندم هه 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 وميشيوم هما اللي اتنين مع بعض وعشقت طمنت على والدتها وسلمت على كل الممرضات والدكاترة اللي عرفتهم وسلمت على المرضى وخدت والدتها ونزلت وكان عم جابر مستنيها لان عشقت تصلت عليه يجي اخدهم ربنا يحبب فيك يخلقوا يا حبيبتي ده الناس حبتك قوي يا عش ده عشرة خمس ايام يا فيفي حمد الله ربنا يكملها على خير يا امي فيفي الله يجزيك يا عش ربنا يفرح قلبك يا حبيبتي يا رب وينزلوا عند عم جابر حمد الله على السلامة يا معش ورا كأنك قمت بألف سلامة الله يسلمك يا حج جابر ربنا يبارك لك يا رب ويفرحك بولادك الله يكرمك لحنا كنا القانين عليك والله كنت على طول بكلم عش ربنا يبارك لك فيها عش دليلية في الدنيا كلها ربنا يعوضها عن الشقة ده خير يا رب ويرزقها بابن الحلال اللي يسعدها يا رب ويركبهمة اللي اتنين وتحرقوا على البيت وعشق وصلت ونزلت من العربية لقيت عربية وافة ونزل منها شابين زي الأمر بسم الله ما شاء الله من دول يا عشق جاين لمين والله ما نعرف يا ماما يمكن جاين لطارق عموما مناش دعوة بهم دعي الخلق للخلق يا فيفي على رأيك ربنا يصلح حال الجميع وعشق بتنزل في الشنط اللي كانت معها في المستشفى ولسه هتفتح البيت وقاسم بيكلمها ايه عشق مش نوية تقول لنا تفضله ولا هتسيبينها وقفين كده وعشقة صمرت مكانها وقلبها دقب بسرعة ولفت وشها ببط مين قاسم بيه وحسان بيه كمان ده ايه ده النور ده انا مش عارف اقول لي ايه طب 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 اتفضله وفتحت الباب بسرعة وهي متوترة ودخلتهم واعادتهم مع الكنبة الوحيدة اللي موجودة في الصالة من دول يا عشق يا بنتي انا ضابط في اسم المدينة يا امي وكان فيه امانة عند عش كنت حابب اخدها ده لو ما يدقيكاش طبعا وفاديا مبرقة عنيها ومش فاهمة حاجة وعلامات الخوف بينا على وشها وقاسم بيكلمها متي لايش يا امي ده كان فيه مشكلة بسيطة كده حصلت وعيش امالهاش دعوة بيها لكن احنا عرفناها وهي بتشتغل مع خالد بيه يعني ما تتخضش او كده ها 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 يعني بنتي ما فيش علها حاجة لا عليها الجاكت بتاعي ها 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 ما تقلاش يا حسن بيه موجود طبعا وانا بصراحة ملحقتش اخسره لحضرتك وده لاني رجعت لقيتهم متعبانة وانقلتها المستشفى ومن يوميها واحنا هناك ولسه رجعين حالا فبجد انا اسفة واستأذن حضرتك لو تيجي بكرة كن غسلته ونشف كمان ما هو ما يصحش الدهولك كده الف سلامة على والدتك والحمد لله انها بخير وانها قامت بالسلامة وبعدين لو على الجاكت يا سيتي كوي سينك ما غسلتهوش لانه كان طالع عينيه غسيل يعني لو كنت غسلته كان شتمك ها 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 ودي تيجي يا حسن بيه هتلبسه على طول كده بعدين ما لبسته وكنت لسه بطراب الشغل انت اكبر من كده بكتير يا بيه وقاسم تابع كل حركات عشب وكلامها وهي لحظة ده وبدأت تتوتر في الكلام واتلغبط عشق دي يا بيه ست بميت راجل ده انت يا عشق اللي كبيرة بجد يا حاجة فديا انا بحييك جدا على تربيتك لبنتك ربنا يباركلك فيها عشق دي بميت راجل وقفت وسدت بعد وفاة ابوها واستحملت اللي محدش في الدنيا يستحمله كفاية انها خرجت من تعليمها بعد ما كانت الاولى على المدرسة عشق دي اغلى من كنوز الدنيا كلها يا باشا كده بقى خدتونا في الكلام وننستوني اسألكوا تحبوا تشرب ايه انا عايز اشرب قهوة ممكن ولا ما بتعرفيش تضبطيها ده عشق بنت احسن واحدة تعمل قهوة دي ست بيت شطر قوي حتى اكلها زي الفول وان شاء الله لازم تشرفونا وتتغدوا معنا في مرة وهندوقكوا احلى اكل انا عن نفسي موافق المهم دلوقتي نشرب القهوة وبعدان نقرر تحت امرك يا اسم بيه قهوة حضراتكو ايه مظبوط احنا اللي اتنين مظبوط حضر وجرت من قدامهم وبتحاول تاخد نفسها لانها من نظرات اسم لها قلبها بدأ يدق بسرعة ومش عارف ايه اللي بحصل لها وحسامه اسم يتكلموا كتير مع فادية وحكيت لهم قصة حياتهم وشغل عش وتعبها فيه وطبعا اسم مركز جدا في كلامها ومع كل كلمة اعجابه بعشقي بيزيد اكتر وعشقي جاتوا معها القهوة وقدمت لهم ودخلت تجيب الجاكت اتفضل يحسن بيه انا اسفة بجد اني انت هتتأسف كتير ليه يا عش يا بنت ربنا يقدرك علي انت فيه وبعدين ايه اللي حصل يعني الموضوع مش مستهل كل اعتزارات دي واسم شرب القهوة وعجب بها جدا لكن كنت مفقرة هتطلع حلوة ايه مشمزبوطة طب ممكن حضرتك تسيبها وعمل لك واحدة تانية حالا ولسه تقوم اسمسك ايدها رايحة فين بس استني وعيششدة ايدها بسرعة وجسمها كله تاني اشتركوا في القناة